موسيقى الحمد لله النوعية اللي بتيجي تشترك في النادي اللي هي الملأمة اللي بتتلأم مع عائلة الاهلي ومع الأعضاء الحاليين اللي موجودين يعني النهاردة تسوقفني كلمة من أحد اللي هم متقدمين الأفاضل يعني أنا جاي حافظ على ولادي في النادي الاهلي أنا جاي النادي الاهلي مش مجرد نادي بطولات من رب يبني على الرياضة والبطولات ونادي دايما النادي بطولة ولكن جاي أربي ابني إن هو يكون أضمن تربية سليمة جوه جوه النادي الاهلي فالحمد لله الاهلي باسمه كيانه مصدر ثقة لجزء كبير وقطع كبير من المجتمع إن هم يشتركوا فيه بكرة تانية عندنا الحمد لله كم من الربناعين بس الجميع كصوصا إدارة الاشتراكات والعاملين فيها إن هم كلهم خلال اليام اللي فاتوا صعر في النادي جميل جدا الاستفاء لإنهنا بعدما نخلص إجراءات المقابلة الشخصية وخلافه وكده بيبدأهم ما يكملوا شغلهم خلال لبقية اليوم فالحمد لله النادي كله في قمة التعاون إدارة تنفيذية أعضاء مجلس دارة الحمد لله زي ما نشايف النهارده يعني يعني عادينا شغالين والأستاذ إبراهيم القفراوي برضو بيدير لجنة تاني فموزئنها لجان كل برضو اللي احنا بنا تمناه إن يكون إحنا دايما النادي الأهلي هو مطار سقا لكل شرائح المجتمع فالحمد لله حاجة مبهرة وحاجة جميلة وقبال غير طبيعي بيطلب منها عرض الجان كتير وقال يتطلب منها بعد كيه عشان نقدر نزود عدد العضوات المعتمدة من الجماعة ومية ممكن في وقت معي تضطر أن أنت تجي أتامل جماعة ومية تانية عشان تقدر تقبل أكتر بما يتناصف مع فرق القاهرة الجديدة فربنا يسهل إن شاء الله أول أمور تمشي على ما يرام سيما مموت ملاحظت النهارد لأنه برضو ما زالي النادي الأهلي فعضويته أرخص من أنديه كتير جدا السارة بتاعه أقل من أنديه كتير والسارة بتاعه لا يتوافق مع الإمكانيات الموجودة في النادي سواء إمكانيات المساحات الموجودة زي ما قلنا فرق القاهرة جديدة إن شاء الله سيكون موجودة على مساحة المساحة بتاعته حوالي 50 فدان فده في حد ذاته بيدي حيز أكبر لجميع الأنشطة الخدمية والاجتماعية يكون موجودة فبالتالي السعر حتى إحنا كان السعر 200 ألف جنيه ومازال 200 ألف جنيه اللي اختلف بس إنه هو لغاية نهاية يناير كان العدو اللي بيعلع عدوته بحيث يكون مشترك في كل النادي كله بكل فروعه ومقره له الحق خلال الأربع صين تبقى للليحة بـ 350 ألف جنيه سارة العديد تداء من 1 فبراير بالسعر الجديد بقى لو حاب يعمل تعالية لاشتراك وإنها تشمل كل فروع نادي تبقى بـ 500 ألف جنيه أنا حتى دي مش ملاحظ مش ملاحظ فروعات بالنسبة للعضو إنه هو عملة ثقل عليه لأنه كويس جداً كله ميدرك الحمد لله الإمكانيات اللي موجودة في النادي يعني النهاردة جاناً برضو موجودة اشتراكات كتيرة جداً لسه نعمل لها لجان بالسعر الجديد بـ 500 ألف جنيه وبسعر طبعاً القائرة الجديدة خلصنا جزء كبير كمعابلات شخصية ومتبقي جزء تاني آخر غير اللي بيسحبه لسه استمرار فالحمد لله بنأكد تاني إنه هو السعر ملائم جداً وأقل بالمقارنة من عندها كتير مرحباً بيجوا النادي الأهلي داخل عائلات الأهلي ونأكد تاني إن شاء الله هيكون على قدر ونحن متأكدين من كده النادي الأهلي وعلى قدر أعضاءه الحالية